ثور اتحزم وشعل التنور ثور من حيفل ذرى الجولان ومن غزة حلواد الغور ثور وصلها لعين الشمس ثورة من الجحيم تفور ثور بيبقى احساس صعب انك تعمل حاجة مش تمام وتتقفش ولما تتقفش تتفضح ولما تتفضح يتعلم عليك وتلزق فيك التهمة والناس كل ما تشوفك تزفك مش انت اللي عملت الـ ولما تكون عايش في غابة زي اللي احنا عايشين فيها تلاقي الناس ما بتصدق انك تغلط اي غلطة ويمسكوها عليك ويستبيحوا بسببها دمك ومالك وعرضك الناس يشوفوك بتضرب ويقفوا يتفرجوا يا جدعان الراجل هيموت اصلك ما تعرفش ده هو اللي عمل اللي يشوفوك بتتسرق يا اخوانا حد يمسك الحرامي اصلك ما تعرفش ده هو اللي عمل الـ وهكذا الاحساس الاصعب هو انك تكون ما عملتش ومش بس كده ده انت طول عمرك ضد الـ وبتحاول تقاومه وتمنع الناس من انها تعمله واصلا الحقيقة ان قصة مش هي اللي منعاهم من انهم يساعدوك هم اصلا خبتهم تقيلة ومش قادرين يساعدوا نفسهم ولا يساعدوا حد وبالتالي بيحاولوا يسقطوا خبتهم دي على غيرهم وده اللي بيسموه في علم النفس الـ يعني زي المسل المصر القديم تكلم اللي مش عارف ايه تلهيك تجيب اللي فيها فيك الفلسطينيين هم اللي باعوا ارضهم هم عايزين نعمل لهم ايه يعني الحقيقة هم كانوا عايزينك تعمل حاجات كتير زمان بس دلوقتي مش عايزين منك حاجة خالص كل اللي عايزينه انك تكفة اذاك عنهم وتبطل تعيد كلام اعترف اليهود نفسهم بكتبه ده فضلا عن ان العقل اساسا بيرفضه اللي يبيع ارضه ده وياخد ارشين حلوين ان يروح يأنتخ بيهم في مكان حلو ويروق نفسه مش يروح يتكون في مخيمات ما يقدرش يخرج منها الا بحساب او يعيش لاجئ مشتت بين البلاد هنفرض انهم اخدوا الفلوس وصرفوها كلها على البلاي ستيشن والفيديو جيمز ازاي الصهينة ما عندهمش عقود ملكية يرموها في وش العرب كلهم يثبتوا بيها حقهم ويسكتوا الخمسة مليون لاجئ فلسطيني اللي لسه لحد النهاردة بيطلبوا بحق العودة الواقع ان الصهينة اليهود ما بيقولوش اللي بيقولوه المغيبين من الصهينة العرب ما بيقولوش انهم اشتروا الارض كلها من الفلسطينيين ده زي ما بيقول مايكل فشبخ الكاتب الامريكي الصهيوني ان اليهود امتلكوا اقل من 7% من ارض فلسطين قبل سنة 1948 نفس الرقب اللي اكدوا الان بابيي المؤرخ الاسرائيلي واكد فشل الصهينة في شراء اراضي من الفلسطينيين وما يدروش يوصلوا الا 7% من اصل الارض وان الحل الوحيد كان التهجير القصري والتصفية العرقية وبينقل شهادات لجنرالات صهينة شاركوا في العمليات دي وبيحكوا عن عربيات نقل اللي كانوا بيجبوها علشان يعبوا فيها الفلسطينيين احياء او اموات وينقلوهم برا الارض والمجازر اللي عملوها الصهينة كتير ومن اشهرها مجزارة ديريا سينة المشهورة واكبر المجازر على الاطلاق مجزارة التنطورة اللي دبح فيها الصهينة كل الرجالة اللي في سن ما بين الخمستاشر والخمسين سنة دبحوهم قدام اطفالهم ونساقهم وبعدين رحلوا الاطفال والنساء من الارض المؤرخ الاسرائيلي بني موريس بيبرر اللي عملوه اليهود في الوقت ده بانه تخلص من خطر ديموجرافي يهدد دولة الصهينة والحد النهاردة عمليات اخلاق بيوت الفلسطينيين من داخل الكيان العبري وترحلهم وسحق اللي يرفض مستمرة والصورة اللي تترسم في خيال البعض العرب الداخل او اللي بيسموه معرب تمانية واربعين انهم خلاص تصلحوا مع اليهود وعايشين في تبات ونبات وان اليهود بيعملوهم كويس جدا الكلام ده كله فاكس خالص لحد النهاردة فلسطينيين الداخل اغلبهم مش كلهم علشان ما نبقاش متبالغ رافضين لفكرة تطبيع لعلاقة مع عدو مختصب محتل ومفيش دليل اكبر من الانتفاضات والمواجهات اللي بتشتغل من وقت للتاني في كل ذكرى لنكبة او نكسة او واكسة او خيبة عربية طيب بما اننا اتفقنا ان فرضية شرى الارض دي تهييس بيع طرفات الصهاينة نفسهم اللي قالوا انهم مقدروش يجمعوا غير 7% من الارض وحتى السبعة في المية دول ما كانوش بيع وشرة زي ما هنشوف بعد كده الصهاينة اليهود بيقولوا انهم مشتروش الارض وانهم جمعوا على ارض شبه فضية بلا شعب ارض بلا شعب لشعب بلا ارض والقلة القليلة اللي كانت متبقية من الشعب ده الصهاينة بيدعوا انهم اضطروا اضطرارا انهم يبعدوهم من الارض زي ما البيض عملوا مع الهنود الحمر في امريكا والابوريجنس في استراليا والفلسطينيين بيقولوا احنا ما بيعناش والارض ما كانتش فضية وتقتلنا او اخرجنا من بيوتنا قصرا يعني موضوع البيع ده مفيش حد بيتكلم عنه الا المغيبين من الصهاينة العرب طيب اذا كان الوضع كده يبقى الصهاينة هبش وفلسطين ازاي سؤال مهم لازم نجاوب عنه علشان الصورة تكون كاملة اول واحد دعا يهود العالم انهم يجوا فلسطين ويعملوا وطن يهودي فيها هو نابوليون بونابارت نابوليون بونابارت سنة 1799 دعا يهود العالم للتجمع مرة تانية في فلسطين لانشاء دولتهم وعلى مدار مئة سنة يتكلم مفكرين كتير في الموضوع ده منهم يهود زي تيدور هيرتزل صاحب كتاب الدولة اليهودية والرئيس الاول للمنظمة السليونية العالمية ومنهم سياسيين غربيين زي بيلفور رئيس الحكومة البريطانية سنة 1917 صاحب الوعد الشهير باقامة دولة يهودية على ارض فلسطين في البداية بدأت الهجرة بشكل غير منظم وبعدين بقت منظمة بعد سنة 1897 السنة اللي تم فيها مؤتمر السهينية الاول في بال او بازل في سويسرا ويظهر هنا بقوة اسم عائلة روتشيلد وتحديدا الملياردير ليونيل روتشيلد اللي ابدع في التحايل على القوانين واستغلال الفساد الاداري المستشري في الدولة العثمانية في انه يستولي على اكبر مساحة ممكنة من الارض اهم مقاسي القضية الفلسطينية كانت بتحويل ادارة الاراضي من النظام الاسلامي للقوانين الوضعية الاراضي في القانون العثماني بتنقسم لخمس اقسام اراضي موات اراضي اميرية اراضي متروكة اراضي اوقاف اراضي مملوكة ايه عم الهيصة دي؟ الاراضي الموات دي كانت اراضي بور ما تنفعش في الزراعة ولا في الرعي وما حدش عايش فيها الاراضي الاميرية دي املاك الدولة اللي بيتبني عليها الهيئات والمصالح الحكومية الاراضي المطروكة ودي اراضي ملك الدولة تركتها للمنفعة العامة الطرق بقى والشوارع والمرائي واراضي الاوقاف ودي بيكون مالك الارض وقفها لله فيدعمل عليها عمل خيري او دعوي والاراضي المملوكة دي اللي هي ملك ناس بعنهم سواء افراد او مجموعات الاراضي المملوكة لمجموعات بيسموها اراضي مشاع وكنت اسمع عنها زمان في مصر ومعرفش ان كانت لسه موجودة ولا لأ دي كانت بتمثل 70% من مساحة ارض فلسطين وبتكون على قدر ما قريت انها ارض مملوكة مثلا لأهل قرية كل واحد بيزرع وبيستخدم اللي هو محتاجه منها لكن مالوش حق في انه يبيعها ولا يأجرها الدولة العثمانية في اواخر ايامها ومع احتياجها للفلوس بدأت تفرد ضرائب على كل حاجة ولان اراضي المشاع دي صعب انهم يفرضوا عليها ضرائب فقالوا خلاص هنملكها للفلحين وتتسجل باسمهم واحد واحد وبالتالي نقدر نقلب منهم الضرائب طبعا اغلب الفلحين تهربوا من التسجيل علشان ما يدفعوش ضرائب وبالتالي تحوالت الارض دي من ملكية المشاع لحالة جديدة تسمح للحاكم بالتصرف فيها وكأنها ارض مملوكة للدولة الحاكم العثماني في البداية كان بيتحكم فيها وبعدين المندوب البريطاني من بعده الوضع ده للأسف سمح للانجليز بتمليك وإهداء الصهينة 665 ألف دونم في مناسبات مختلفة ده ببركة المكس أو الضرائب اللي فرضها العثمانيين اللي هي شرعا حرام وكان فيه 650 ألف دونم وهي أملاك اليهود العرب الفلسطينيين اللي كانوا عايشين وبيتملكوا زيهم زي أي طائفة تانية في ظل الدولة العثمانية وعندك كمان 606 ألف دونم باعهم عرب من أصول غير فلسطينية وأخذوا فيهم إرشين حلوين قوي زي عيلة سارسق البيولوتية من لبنان طبعا ميشيل سارسق وإخوانه باعوا لوحدهم 400 ألف دونم من أرض فلسطين وعيلة سلام اللي من أصول شامية برضه باعوا 165 ألف دونم وفي النهاية 300 ألف دونم بس اللي هم واحد وواحد من عشرة من إجمال المساحة اشتراهم الصهينة من بعض ضعاف النفوس من الفلسطينيين بعشر أضعاف تمنهم بعد محاولات كتيرة من الترغيب والترهيب وفي المقابل جهود العلماء والمجاهدين كانت في منتهى القوة لردع وزجر أي حد يفكر مجرد التفكير أنه يبيع أرضه في سنة 1935 خرجت فتوى بإجماع العلماء بأن اللي بيع أرضه والسمصار والوسيط ومستحل البيع بيعتبروا مارقين من الدين خارجين من زمرة المسلمين وكان دقي الفلسطينيين يجب أن يقاطعوهم وما يدفنوش في مقابر المسلمين ويتسيح لهم أنهم خوانا ويا طرى في الوقت ده كان الفلسطينيين والعرب نايمين في بداية القرن العشرين وسقوط الإمبراطورية العثمانية وبداية الصراع بين العرب في توزيع تركة الدولة العثمانية ما كانش حد فائل فلسطيني وبالرغم من كده رفض السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بيع شبر واحد من أرض فلسطين لكن في المقابل الدول العربية بالعكس كان فيه عروض عربية سخية جدا للصهينة في يناير 1919 كان فيه مفاوضات بين الملك فيصل بن حسين وحايم وايزمن أحد أهم الشخصيات في تاريخ الصهينة إن الملك فيصل يعترف بالكيان الصهيوني وفي المقابل يقنع وايزمن أصدقائه في إنجلترا والغرب بالاعتراف به كملك على الحجاز والعراق والشام كدولة مستقلة ومن الناحية التانية أخوها عبد الله بن حسين ملك الأردن عرض نفس العرب الأخين الحلوين دول هم ولاد الشريف حسين اللي كنا حكينا عنه إن يساعد الإنجليز ضد الدولة العثمانية في الوقت ده كان الفلسطينيين بيقوموا باستبسال سياسيا وعسكريا وحتى كمان إعلاميا ونرجع هنا لـ 1881 والمقاومة السياسية قدر الفلسطينيين يقنعوا العثمانيين باستصدار قرار بمنع اليهود من إنهم يجوا فلسطين نهائيا لكن بعد الضغط الأوروبي قرر العثمانيين إنهم يسمحوا لليهود بالزيارة لمدة شهر واحد بس وبعدين زودوها لثلاث شهور وفي نفس السنة تم إقرار قانون يمنع بيع أراضي فلسطين لأي يهودي أجنبي وفي 1892 اتمنع البيع لليهود العرب والأجانب إعلاميا في 1911 تصدر أول جريدة فلسطينية وكان اسمها فلسطين وبعدها جريدة الكارمل اللي تنشر فيها في يوليو 1914 نفير عام للفلسطينيين وضم النفير ده سبع نقاط واحد الضغط على الحكومة في الوقت ده لتفعيل القوانين الخاصة بمنع تملك أي أجانب لأي أراضي داخل فلسطين اتنين المقاطعة الاقتصادية الشملة لليهود الصهينة وعدم التعامل معهم بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة أو أي شيء ثلاثة عدم بيع الأراضي للصهينة ومنع الفلاحين وتوعيتهم من ذلك واستخدام القوة لمنع ذلك مع تهديد سمصرة الأراضي أربعة العمل بأي وسيلة من الوسائل على إيقاف أي مظهر من مظاهر الهجرة من وإلى فلسطين خمسة عدم الثقة بالحكومة لأنها محتلة من الداخل والثقة بالله وحدها ستة تدعيم بناء أماكن تعليم عربية للعلوم والدين والزراعة والصناعة وتمويلها عن طريق أراضي الأوقاف سبعة تدعيم حب الزراعة والتجارة بها في قلوب الشباب الصغير ومن المقاومة الإعلامية نرجع للمقاومة السياسية في 1919 تم إنشاء المجلس الفلسطيني العربي وبالتوازي كانت المقاومة المسلحة في الشوارع مقاومة ضد عصابات صهيونية زي الأرجون والهجامة ودول كانوا بيشتغلوا برعاية بريطانية كاملة في 1920 و1929 و1936 تلات ثورات ضخمة ضد الإنجليز والعصابات الصهيونية استشهد فيها آلاف الفلسطينيين اللي بيقولوا عليهم بقى وعرضهم واللي مقدرش يشارك في الجهاد المسلح كان بيشارك في الأنشطة الاحتجاجية في إبريل 1936 إضراب عام للشعب الفلسطيني كله لمدة 178 يوم زل الإنجليز درجة إنهم اضطروا يروحوا يهدوا البيوت على المضربين علشان يكسروا الإضراب وفي وسط المعمعة دي لما الشهيد عز الدين القسام طلب من ملوك العرب اللي ما بيبعوش أرضهم الدعم في إطار استعداده لثورة 36 ملوك العرب بعوه هو شخصيا ونفضوا لهم فيما عدا الأمير الشيخ راشد الخزاعي حاكم الأردن وقتها وده كان حاكم قبلي تحت سلطة الملك عبد الله ابن الشريف حسين وقدم الدعم ده بشكل فربي المقاومة دي زائد العمل السياسي أكبروا الإنجليز إنهم يصدروا الورقة البيضة الأولى والتانية سنة 22 وسنة 30 للحد ظاهريا من تمليك فلسطين لليهود المهم إن كل اللي حكينا عنه ده كان بس علشان الصهايمة يسلكوا 7% من الأرض طب السؤال هنا إزاي أخدوا باقي الأرض؟ في محللين بيقولوا إن حرب 48 كانت استدراج من الصهايمة للدول العربية علشان يضفوا شرعية على دولتهم إزاي الكلام ده؟ تخيل معايا ما يتكتب في التاريخ إن دولة قامت على أكتاف عصابات مسلحة دبعت السكان الأصليين وسرقت أرضهم دولة شكلها مش شيك خالص لكن دولة مفعوصة قامت بعد حرب ضد مجموع الدول أكبر منها عشرات المرات والدولة المفعوصة دي تهزم الجيوش دي كلها مجتمعة شكلها أشياء كتير ويبقى عندهم في الآخر حاجة لطيفة يكتبوها في تاريخهم الصهايمة فعلا هزموا بيوش العرب مجتمعين حدودة حرب 48 اللي عمل الشرعية لكيان الصهيون دي وخلت شكله شيك بتفكر ده بنفس مشهد حرب الاستقلال الأمريكية مع الفارق طبعا لكنها الحرب برضو اللي خلت شكل الولايات المتحدة دولة شيك بقى شكلها دولة قامت بعد حرب مع إمبراطورية عظمة ضحت وقاتلت واستقلت والكلام ده مش دولة قامت على أكتاف عصابات المجرمين هاربين من أوروبا أو مترحلين ومنفيين دبحوا السكان الأصليين وسرقوا أرضهم ومواردهم وهو ده بالمناسبة المرجع الأخلاقي اللي بيعتمل عليه الصهاينة في دعايتهم للغرب إن إحنا زي بعجينا كصهاينة وأمريكيين يعني لا تعيرني ولا عيلك ده الإجرام طيلني وطيلرك حتى أن حرب 48 نفسها عند الصهاينة كان اسمها حرب الاستقلال وممكن نكلم بالتفصيل في المقارنات دي مرة تانية تفاصيل الحرب هنا كتيرة جدا ومخزية جدا للأسف لكن خلينا نجري بسرعة دلوقتي ونبقى نفصل بعده بعد ما قدروا الصهاينة والإنجليزي نهم يسيطروا على ثورة سنة 1936 الثورة الفلسطينية الكبرى خرجت لجنة اسمها لجنة بيل بقيادة ويليام بيل باقتراح تقسيم فلسطين لدولتين دولة عربية تحت إدارة أردنية ودولة يهودية وحامية بريطانية في بيت لحمون نصرة في 29 نوبمبر 47 تصدر الأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين ويوافق عليه 33 دولة ويعترض 13 ويمتنع عشرة بضغط أمريكي عنيف على كل الدول اللي لها عليهم كلمة ولهم عندها مصلحة بسرعة تجتمع جامعة الدول العربية وتقرر تدريب الفلسطينيين في معسكر في سوريا ورصد مليون جنيه للدفاع عن فلسطين وتكوين جيش الإنقاذ القرارات الفضيعة دي طبعا ولا غيرت حاجة بريطانيا بعتت رسالة بتقول إن المعسكرات اللي انتو بتعملوها بتاعة الفلسطينيين دي مش لطيفة فاجتمعت جامعة الدول العربية وقفلت معسكرات التدريب المليون جنيه اللي كانت رصدت للدفاع عن فلسطين ما وصلش منها لشوية فكة جيش الإنقاذ اتحدد عدده بحوالي 7700 جندي وحتى الجيش ده رفض التعامل مع صوار الداخل بقيادة أمين وعد القدر الحسيني وبالعكس بعض الدول العربية كانوا بيعتبروا مفتي فلسطين أمين الحسيني عدو أكتر من اليهود نفسهم ده هو هو نفس الفيلم يا جدعيني عموما الجيش ده كان من المجموعات المشاركة في حرب 48 وكان مجموع العرب المشاركين في الحرب كلهم 20 ألف جندي زادوا شوية بعدين في مواجهة من 50 ل70 ألف جندي صهيوني مسلحين ومضربين على أعلى مستوى ولما تقرأ أكتر في حرب 48 تحسوا كأن العرب كانوا رايحين يتهزموا حتى كتاب المتطوعين ودي اللي كان أكتر من تلتهم من الإخوان المسلمين لما قربت جدا من تحقيق نصر محدود تم اغتيال قائدهم البطل أحمد عبدالعزيز واستدعاقهم من الجبهة ورميهم في السجون المكان اللي بتفضلوا أي حكومة حكمة مصر للإخوان سواء كانت نظرية مؤامرة حرب 48 حقيقية ولا لأ إلا أن على جميع الأحوال حرب 48 كانت هي الخسارة الحقيقية لأرض فلسطين 77% من الأرض تم احتلالها وكمل الباقي في 67 وبدأت قدمة اللاجئين الفلسطينيين تظهر ب700 ألف لاجئ وصلوا النهاردة لأكتر من 5 مليون فاللي بيقول الفلسطينيين باعوا أرضهم علشان الواحد واحد من 10 من الأرض اللي باعوهم أفراد اعتبروا وقتها خوانة ومجرمين اسألوا عن الدولة المصرية تحت قيادة الجنرالات اللي باعت وخصخصة عشرات أضعاف اللي باعوا الفلسطينيين باعوا مصانع ومرافق وشركات وتسببوا في 11000 من العمال والموظفين المصريين الجنرالات باعوهم بطراب الفلوس لأجانب في مقابل عمولات دخلت كرشهم أو اسألوا عن الشركات اللي بتنقب عن الدهب في مصر ومحدش عارف مقابل إيه أو عن حقول الغاز اللي بيشفطوا الصهينة من داخل المياه الإقليمية المصرية اسألوا مين بالضبط اللي باع وبيبيع بلده لحد النهار الضعام والعجيب إن اللي بيتهن الفلسطينيين إنهم باعوا أرضهم هو هو نفسه يعتبر الجنرالات دول خير أجناد الأرض خسارة للي ما يدري بأي لحظة لزوم ويثور زلزلها تهز القاع دمر كل حديد السور تعلمنا بتواريخ البشر كلهم العصابة تنتهي بجولة وعلى طول الشعب ينصور اشتركوا في القناة